مساء الفل على حضراتكم وطبعاً النهاردة معاكم من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وأهم حدث ثقافي وأهم عيد ثقافي بيحصل في مصر وفي الوطن العربي اسمحوا لي أقدم ضيفي اللي معانا النهاردة هو طبعاً رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأستاذ سعيد عبدو مساء الخير يا سيد سعيد مساء النور على حضرتك وعلى كل مشاهدنا الكرام وعلى زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب أهلاً بحضرتك وطبعاً بكل سنة وحضرتك طيب وألف ألف مبروك على النجاح الكبير المحقق أو المعرض إزاي حضرتك شايف الدورة دي وشايف إيه الجديد اللي موجود في الدورة الـ 54 عن كل الدورات السابقة والدورة دي زي ما يعني وضحنا أنه بتقام وسط تحديات كبيرة جداً بيمر بيها العالم صحيح اللي هي الحرب روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على العالم كله على اقتصاد الدول وعلى مستوى المعيشة بالنسبة للأفراد في ارتفاع أسعار كل احتياجات صحيح وطبعاً صناعة الناشر صناعة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإحنا بنعتمد في مدخلات الصناعة على استيراد أشياء كبيرة جداً لدرجة تصل لـ 80% وبالرغم من ده كان في مجموعة من الحلول اللي هو الناشر مخفض كميات بتاعت في الطبعات عشان يقدم أكتر عدد من الإصدارات قدمنا بالنسبة للإصدارات السابقة خصومات كبيرة جداً في خصومات بتصل لـ 80% من 20% لـ 80% وده المجهود اللي نقدر نقول عليه أنه اتحاد الناشرين بيحاول يوفروا للقارئ أو بيحاول يشجع بيئة الجمهور أنه هو ييجي معرض الكتاب نظراً لكل الظروف اللي بنمر بيها صحيح احنا لينا دور مهم جداً في توفير كل أو تيسير مهمة القارئ والزائر إزاي أنه نحل المشاكل اللي بيتعرض دي عملية صناعة الناشر فقدمنا من بين الحاجات الأول مرة في هذه الدورة زي ما عاوز تعرفي إيه الجديد عشان الظروف اللي احنا ممر بيها دي الحقيقة اتفقنا مع بنك مصر لأول مرة أنه البيع بالتقسيط على سنة 12 شهر بدون فوايد دي الحقيقة للتيسير على القارئ وفي نفس الوقت ناشر في مبادرات الحقيقة خلينا نتكلم عنها أنه سنة دي فيه مبادرتين بيعتبروا من أهم المبادرات والأكثر اختلافاً اللي قدمتوهم يا ريت حضرتك تكلمنا عنهم هو وبالأمس كان فيه عندنا اجتماعين واحد للملكية الفكرية أيوة وده الحقيقة بيتصدى المشكلة وخاصة أن الدولة بدأ الاهتمام كبير من القيادة السياسية بهذا الأمر طبعاً والأول مرة أنه رئيس الاتحاد اللي هي منظمة الوايب العالمية لحماية الملكية الفكرية يزور دولة في الشرق الأوسط هي زيارة مصر أيوة وقدم الحياة يعني مبادرات كتير المهم منه إحنا تبنينا هذا الكلام وبنوحد مع رئاسة مجلس الوزراء نوحد الجهات القائمة على الملكية الفكرية في الهيئة العامة للملكية الفكرية أيوة دي مبادرة تنظيم وإصدار قانون يحمي يحمي الملكية الفكرية في مصر وعندنا كمان مبادرة تانية وهي الترجمة عن اللغة العربية ده برنامج كبير الحقيقة أنا أعجبت جداً بالفكرة الترجمة هو وكان دايماً الترجمة من اللغات الأخرى حقيقة إلى العربية إنما الآن اللي هو بيح هو النشر من العربية لدول العالم الممكن العمل معها صحيح بين الدول العربية وبعضها إذا كان فيه رسوم معينة إحنا طلبين بتخفضها عاوزين سقف لأسعار المعارض العربية أيوة على أساس أنه أصبحت المعارض ضرورة طبعاً ضرورة مهمة جداً بالنسبة لنا أنه الناشر يشارك في المعارض لبيع الكتب وبرضو لتوفير الثقافة المصرية لجمهور مختلفة صحيح اشتركوا في القناة